رفائقنا في الجامعات المصرية كلها بتشتغل على موظومة واحدة اشتغلنا النهاردة في الاجتماع وحطينا تسقاط واضحة وأكشن بلان واضح لخطوات سريعة ان شاء الله تحقق مرضوط إيجابي سريع لأن العيان مش شايفنا غير حاجة واحدة احنا مستشفيات الحكومة اللي هو يعني يأمل فيها خير انه هو دابلو لأنه هو عنده احتياجات صحية وتحديات اقتصادية فهو متأمل فينا خير ان شاء الله احنا بوجود أسبزتنا اللي عمرهم يعني ما سابونا من أول ما علمونا كأطباء بغاية ما دونا الدراسات العليا وبدربونا انا واثق ان احنا هنقدر نعمل حاجة لصنع الباب انا بتفضل يعني انا بتبشكر معايي وزير التعليم العين كل أسبزت الجامعة وكل عمداء كل إياد وكل اللي عاملون في المستشفيات الجامعية وبشكر ولادنا ولادنا اللي بيدفعوا رأسنا دايما في وزارة الصحة اللي هم بيشتغلوا بقالبو في كل المواقع وفي المناطق النائية احنا معاكم وحنضربكم ونعلمكم وأساسة الجامعة جاية وأشكر تاني سيادة الوزير على إنهم اشتغلوا على المناجد